صباح الخير مشاهدينا وأهلا بكم يوم جديد وحلقة جديدة وصباح الصحة والجمال مشاهدينا النهاردة يوم الاثنين 12 اكتوبر 2020 و25 من صفر 1442 كوفيد-19 شبح كوفيد-19 أو فيروس كورونا لسه مستمر لغاية الآن وخصوصا كمان في التغيرات ودخلين على فصل الشتاء فمنظمة الصحة العالمية دايما تحذر وتقول ناخد بالنا كويس جدا لإن دي الموجة التانية طبعا بعض الدول بدأت تاخد الإجراءات الاحترازية لإن حصل في عدد وفييات كتيرة وإصابات كتيرة جدا في بعض الدول ولكن الآن مصر دايما ربنا حافظها وربنا يحفظنا يا رب جميعا وعلى أولادنا وصحتنا وقبار السن كمان ناخد بالنا كويس منهم جدا لأن الموضوع لسه لغاية دلوقتي ملقناش مصل أو لقاح على مستوى العالم رغم يعني رغم الاقتصاد في بعض الدول كبير جدا رغم بعض الدول عندها قوة كبيرة جدا في صناعة اللقاح أو المصل ولكن إيه المغزة أو إيه اللغز إحنا لغاية دلوقتي لسه مش عارفين مشكلة كبيرة هتقابلنا في فصل الشتاء بسبب كوفيد-19 وكل الإعلام ووسائل الإعلام بتحذر دايما وتدي التوعية ونصيحة لمشاهدين ولي الوطن كله وخصوصا كمان الأولاد في المدارس ناخد بالنا كويس جدا من الإجراءات الاحترازية علشان خاطر ما نقبلش مشكلة في عدد الإصابات وكمان عدد الوفيات اللي بتكون في بعض الدول لغاية الآن لازم نواجه الفيروس بطريقة صحيحة وهو عدو خفي دايما نقول تعريف وهو عدو خفي للبشرية كلها ليس له حدود جغرافية وليس له جنسية بيجي لأي شخص ملوش حدود جغرافية أبدا علينا أن احنا نواجهه بطريقة صحيحة وهي الإجراءات الاحترازية يكون في تباعد نلبس الكمامات نخسي الإيدينا باستمرار وأي حد حصلت له أو جات له الأعراض أو الإصابة ياخد باله كويس جدا وممكن يقعد في البيت وممكن يتبع الأدوية المناسبة أو الإجراءات المناسبة له وعلى حسب سنه المشكلة كمان أنه هو دلوقتي بقى يجي لكل الفئات يعني الكبار السن وكمان المراهقين بقى يجي لهم دلوقتي ومش هارفين الموضوع هيوصل لإيه طيب النهاردة الفقرة التانية مشاهدينا برضو خاصة بكوفيد 19 هل كوفيد 19 هل له علاقة بالتهاب المعدة ده شيء مهم جدا في الفترة الأخيرة لاحظنا أن التهاب المعدة والجهاز الهضمي كلنا بقى عندنا مشاكل فيه هل ده من سوق التغذية أو العادات الخاطئة اللي احنا بنتبهها في التغذية أو في الأكل هل المسكينات اللي عملين ناخدها عمال على بطال دي ممكن بتأثر علينا كوفيد 19 دلوقتي هل له علاقة بالتهاب المعدة دي اللي هنعرفه النهاردة كل التفاصيل دي في الفقرة الطبية مع الدكتور المتميز في مجال الجهاز الهضمي والكبد الأستاذ الدكتور محمد أبو ألعز مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع نستقبل ضفنة ونكمل حوارنا ورجعنا لكم مشاهدينا ولسه مكملين معاكم صباح الصحة والجمال وبنتكلم النهاردة عن التهاب المعدة قدي ايه في الفترة الأخيرة كلنا بنحس بندنا حمودة عندنا قرحة في المعدة عندنا التهاب عندنا حرقان كده ما بنقدرش كل بعد أكلها ما بنقدرش نحس ان في حرقان ونحس ان في نار جوة معدتنا يا ترى ايه هي الأسباب وعايزين نعرف كمان أعراضها وطرق علاجها وهل المسكنات لها دور في التهاب المعدة وهل كمان كوفيد-19 بيأثر على التهاب المعدة في الفترة الأخيرة تعالوا نعرف أكتر وأكتر عن الموضوع مع الدكتور اللي مشرفنا النهاردة الأستاذ الدكتور محمد أبو العز استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد أهلا بحضرتك أستاذ محمد أنا بحضرتك شرفتنا والله يا دكتور أنا بحضرتك طبعا فرصة سعيدة جدا في قيمة زي حضرتك كده بتدينا معلومات قيمة وحلوة جدا عن الجهاز الهضمي كله في الفترة الأخيرة بدأينا نشتكي كمان من الحمودة والغثيان والحرقان اللي بيبقى في المعدة ده كله الحاجات دي كلها بتشير إلى أن فيه التهاب بسيط في المعدة وممكن نتبع إجراءات معينة أو إذا أهملنا الموضوع بتلاقينا داخلين في موضوع كبير جدا ما نقدرش عليه والناس بتستسل المساكنات وأن هي ما تتجهش إلى الطبيب أو تاخد إجراءات احترازية كويس لأن هي بتقابل مشاكل كتير جدا فيما بعد مشكلة كمان يا دكتور محمد السرطان يعني بتأدي إلى لو أهملنا الموضوع فعلا بيأدي إلى السرطان وربنا يشفينا كلنا طيب في البداية نعرف مشاهدينا إيه أنواع أمراض المعدة بسم الله الرحمن الرحيم يعني طبعا إحنا بيكوننا هرده على الالتهاب المعدة السوء المزمن أو الحاد والكتير من المرضى بيجيوا اشتكوا منه عند طبيب الجهاز الهضمي الكلابد لو قسمنا التهابات المعدة أو أمراض المعدة عموما نقدر نبتدي أن احنا بعصر الهضم العصر الهضم اللي هو بيبقى نتيجة لتورم الغشاء المخاطي للمعدة اللي هو بيبقى في الآخر يعني بيقدي أن المريض بيجي له أعراض الأعراض بيجي بيها بيقول أنه هو بيحاسس تقلف في بطنه وفم المعدة بيحس أنه هو مليان مع أي رؤمة وبيحس بوجع مع الأكل وفقدان للشهية وفي أحيان كتير بقى فيه نقصان بسيط للوزن اللي بيحصل أنه بيقى فيه تورم في الغشاء المخاطي للمعدة ناتج عن زيادة الحمض زيادة الحمض بيتحصل النتيجة لأسباب عدة يعني أهم ما هنقدر نقول الضغط العصبي طبعا بيقدي إلى ارتفاع كورتزون في الدم وده في الآخر بيقدي إلى زيادة الحمض في بعض الأمراض برد يعني يا دكتور هنا العامل النفس الشيء مهم جدا طبعا قد إيه بيأثر على التهاب المعدة طبعا معروف أي مريض حتى بيدخل على عملية أو دخل على إجراء أو دخل على أي حاجة فيها سترس جامد أو فيها ضغط عصبي شديد لازم بياخد مثبتات المعدة ولو هو طبيعة حياته وطبيعة عمله أساسا فيها ضغط عصبي طبعا بيفضل أنه هو يمشي على مثبتات الحمض بصفة شبه دائمة لأنه هو أول ما بيضطرها بيحس عطول أنه هو تعبان في أمراض برضو بتزود فراز الحمض ده في المعدة سبحان الله الحمض ده له زي حدوه اللابل معين أو مستوى معين طول ما هو موجود بيأدي وظيفته أنه هو يهدم الأكل والأكل لما بيتهدم الحمض بيقابل سواء القلوية اللي بتيجي من المرارة وبيعادل وخلاص إنما طبعا لما بيحصل زيادة قوي في الحمض بيأدي إلى تورم الغشاء المخاطي للمعدة التورم المستمر للغشاء المخاطي للمعدة بيؤدي أنه يحصل إتهاب مزمن وده برضو يا دكتور محمد بيجي نديجة الأكل يعني التسبيك بقى والحاجات اللي احنا بنعملها دي برضو بتأدي إلى التهاب المعدة أو بتأدي إلى حموضة بالضبط فيه طبعا أطعمة كتيرة طبعا يعني نحاول نحن نميل الأطعمة العضوية والأورجانيك أكتر لكن طبعا الحاجات اللي فيها زيوت وفيها مقليات كتير وفيها حاجات تحتاج أن المعدة تفرز الكثير من الحمضة علشان تقدر تخدمها وتقدر تتعامل معها طبعا بتأدي إلى التهابات في المعدة بعض الوقت يعني هنا سوء التغذية اللي احنا على طول مستمرين بكده بيؤدي إلى التهاب المعدة السوء التغذية كما نوعا الحقيقة نوعا هو السيء جدا كذلك التهاب المرارة المزمن بيح ممكن يحصل معاه ارتجاع للعصارة الصفروية في المعدة ويتكرر كتير يعني لا كتير من المرضى اللي عندهم التهاب حصوي في المرارة لأنهم عندهم التهاب في المعدة برضو ناتج عن ارتجاع الوصارة الصفروية دي في المعدة بصفة مستمرة برضو يعمل التهاب مزمن في المعدة ويعمل أعراض العصر الهضم اللي احدا بنقول عليه في الجزء الثاني من التعب المعدة بيبقى وجود قرح المعدة قرح المعدة المعدة دي أو تقرحات المعدة بتيجي لما يبقى في زيادة في الحمض بصفة مستمرة زي ما قلنا والتهاب مزمن يؤدي أنه الغشاء المخاطي والعامل المخاطي اللي موجود على الجدار المعدة يبتدي يتآكل ويبتدي الحمض يبتدي يأكل في الغشاء المخاطي ويعمل تشققات والتشققات دي بتبقى تقرحات ولو الكبرت تبقى قرح وطبعا لو كبرت زيادة عن كده ممكن تؤدي أن هي توصل للشرايين اللي في جدار المعدة وتؤدي إلى نزيف والمشاكل بتاعته سواء منقيق دموي أو أن الإخراج بيبقى إخراج اسود لأن الدم بيتأكسد الدم بيتأكسد مرورا بالأمعاء وقالون بيتأكسد وينزل بلون اسود يعني دي بقى المرحلة الخطيرة قوي قوي اللي بتوصل للتهاب المعدة بالضبط ولو ما حصلش حالة النزيل دي مجرد وجود القرح بصفة مستمرة بالذات لقرح النتجة عن التهاب الجرثومة المعدية التهاب الجرثومة المعدة أو الأتش بايلوري بيقدي حدوث التهاب مزمن والالتهاب مزمن ده لو ما اتعالجش وجرثومة اتعالجت تماما ممكن يقدي لوجود قرح مزمنة منه ودي طبعا ممكن تؤدي إلى أورام سرطانية لمفاوية في المعدة مع المرور الوقت طبعا وهي دي المشكلة دكتور مهام ومناء عليه هو دايما بنقول للناس أنتو يعني الأعراض لو استمرت فترات طويلة زودت عن شهر أو شهرين أو كده يجب أن أنت على طول تروح لطبيب جهاز الهدمة عشان تطمن أن القصة نتجة من إيه وتعالجها التشخيص شيء مهم مش بنقول للناس أن هم يفدروا يعاجوا يحللوا حتى الناس العاديين ما عندهمش أعراض يعود يحللوا يشوفوا عندهم جرثومة لا لأنها قراري موجودة عند أكتر من 70% من ناس لكن احنا بنعالجهاش إلا اللي عند الناس اللي هي مسببة لهم التهبات مزمنة أو تقرحات طيب جرثومة المعدة يعني أتعالج منها إزاي يعني الجرثومة عشان تتعالج وبتيجي منين في الأول عشان نعرف برضو مجاهدين هي بتنتقل على طريقة الأكل الأكل هي برأيدي إذا أحد ذلك إحنا نقدر أنه نحن متعايشين معاهلة موجودة عن 70% من الناس في مصر يعني فهو دلوقتي أو معدية 60% على أقل يعني فهو في الآخر حضرتك موجودة بتنتقل بسهولة عن طريق الأكل وعن طريق الواحد ماسك أي حاجة كان أي حاجة ما غسلش يده أبديها وده متكرر جدا طريقة علاجها بيبقى عن طريق بروتوكول علاجي من مجموعة من المضادات الحيوية اللي بتتاخد إما أنها تتاخد مع بعض أو تتاخد وراء بعض وفي حضرتك مجموعات من البروتوكولات بنبتدي بيها ولو جابت نتيجة طيب يكون خلاص كان بيها لو ما جابتش نتيجة بنتين ننتقل للبروتوكولات اللي هي الأكثر قوة لأن البكتيريا عنيدة عنيدة وعلاجها ما هواش سهل وما فيش أن تبعطك واحد يعني بيوديه وبناء على حد اللازم يعني يبقى فيه شوية صبر وتريث عند المريض أن هو يستمر على العلاج لأنه بتحصل كتير أو أن المريض في أول أسبوع يقولك أنا وقفت الدوام استحملتوش آه يا دكتور يعني هل فعلا هنا العلاج بيحتاج مدة طويلة قليل وليعلاج بيحتاج حضاتك يعني في حوالي أسبوعين وممكن الأسبوعين دول يتكرروا ببروتوكول تاني لو ما فيش نتيجة حصلت للعلاق وطبعا في أحيان كتيرا بتبقى يعني عنيدة جدا بتبقى عنيدة جدا أنها تتعالج لكن طبعا بيبقى مهم أننا نعالجها لو حصل أننا عملنا منظر العيان وخدنا عينة من المعدة ووجد أن فيه التهاب مزمن والبكتيريا متشافة تحت الميكروسكوب ووضوح طبعا بيبقى مهم أننا نعالجها طبعا ما نخفلش هنا زي ما حديك قلت بقى في المقدمة طبعا الوقت اللي احنا فيه ده الكوفيد 19 الكوفيد 19 له يعني دلوقتي يعني دور كبير في الناس اللي بتيجي بالتهابات المعدة يعني إحنا دلوقتي برضو منظمة الصحة العالمية بتحذر طبعا أن دي موجة تانية وناخد بالنا وبعدين بقى يؤثر مش بس كمان على المعدة يا دكتور بقى يؤثر على الدماغ وبيؤثر على الجسم كله كمان يعني فمن هنا بقى هل المعدة فعلا الكوفيد 19 بيؤثر على الالتهاب المعدة ده ما نعرفوش ده جديد يعني من قبل حقيقة حتى ما تنزل النشراتهم قبل ما تنزل التوشيات احنا ملاحظين في الشغل يعني احنا ملاحظين في الشغل حتى الناس اللي هما كانوا بيجي لهم الالتهاب اللي هو الكوفيد في السدر كتير منهم شخصناهم عن طريق الأعراض الجهاز الهضمي يعني حصلت قبل كده الناس تيجات بأعراض جهاز هضمي وهزال وحرارة يعني اعتاكس أهجمات من النزلات المعوية غير معتادة عطوني طلب منهم روح يعملوا عشان اقطعي على السدر ويطلع أن فيه المنظر بتاع الالتهاب الكوفيد 19 وتطلع كده فعلا وبناء عليه والفترة اللي فاتت برضو بقى فيه التهابات يعني نزلات معوية كتير بتحصل ناتجة عن الكوفيد 19 ده ناتج لأنه فيه مستقبلات مشتركة ما بين الرئة والجهاز الهضمي في القصة دي نسميه ACE2 receptors يعني نوع معين من المستقبلات موجودة في المعدة وفي قولون وفي الكبد كمان والكبد لما حضرتك بيصاب بالقصة دي بانزيمات الكبد بتاعه عشان كده منلاقي أن فيه ناس عندهم نزلات معوية تيجي تعملونهم الفحص بتاع اللي هو التحاليل اللي بتتعامل مع كوفيد لأنه فيه انزيمات الكبد عالية ناتجة عن التهاب الكابي دي ناتجة عن الكوفيد برضا يعني كوفيد بيؤثر على الجسم كله وأعضاء الجسم معظمها يعني بيجي بأشكال مختلفة فيه ناس بيجي معها بإجهاد فقط يعني فيه ناس بيجي معها بإجهاد فقط لا حسنا نتكلم على التهاب المعدة آه طبعا بيؤدي إلى التهاب المعدة والقولون والكبد ولكن هو بينحسر تلقائيا مع العلاج إن شاء الله مشكلته في تمرير العدوى إن هو حضرتك بينزل في الإخراج التحليل بتاعه يعني بتعامل على مستوى البحثي أكتر الحقيقة إن هو البي سي آر بتاعه أو الفيروس بتشاف في الجهاز الهضمي في الإخراج بتاعه على مستوى البحثي الحقيقة ما فيش تحليل كوميرشال أو تحليل عادية بتتعامل علشان نشخص بيها بس بقى مفهوم مفهوم وبيأثر فعلا على المعدة وطبعا دي من أحد وسائل نقل العدوى المشؤولية اللي موجودة دلوقتي أكيد يعني مشكلة كبيرة جدا وكمان تلاقي دكتور محمد متشعبة في كل حاجة طبعا لأنه بحددك القصة يعني على مستوى مثلا لو هتقولي مدارس برضو الاختلاط و الاختلاط و الاختلاط و الاختلاط طبعا ممكن يعني الولاد ممكن ما يكونوا غسلين ديهم و الكلام ده وحتى عمستوى الصرف الصحي يعني هي حدك ممكن تنتقل يعني هي خلاص يعني فبناء عليه الوقاية الوقاية وشي مهم جدا برضو بنحذر الأمهات في المدارس طبعا تاخذ بالها كويس جدا والنظافة الالتزام الكامل بالنظافة ده بخلاف طبعا التباعد اللي هو علشان الرئع النفس لكن حدك كانوا دلوقتي على مستوى الانتقال أو الكوفيد اللي بيجي في الجهاز الهضمي يعني هو بتبقى الوقاية أهم من أي حاجة وطبعا الأكل يعني في الفترة دي يعني الأكل اللي هو بقى فاس فودز و برا بيت وكده ما يبقاش آمن أو دلوقتي الحقيقة يعني ما هي مشكلة والله يا دكتور محمد ويريد حد بيسمع الكلام يعني كلنا تلاحظ نقول الأكل ناخد بالنا كويس جدا من النظافة من الأكل واختيار الأكل وفي البيت كمان نتابع نظام غذائي معين وكمان هنا الوقت مهم جدا الوقت في الأكل يعني أنا لما نظم وقتي في الأكل بتلاقي معدتي مرتاحة ما بحسش بتعب ولا إرهاق ولا توطر فبالتالي شيء مهم جدا جدا طيب حضرتك قلت نقطة مهمة جدا ولازم ننصح برضو المشاهدين أن المدارس دلوقتي داخلين على المدارس فطبعا لازم يكون فيه إجراءات احترازية قويسة جدا في تويلتس وفي الديسكات وفي كل حاجة خاصة بالمدرسة يبقى فيه تواصل بين المدرسة والأهل طبعا والأباء والأمهات أكيد ومعظم معظم مدارس أو كل مدارس واخدة الاحتياطات الاحترازية دي ونتمنى يا رب الصحة لأولادنا والدنيا بإذن الله تبقى فيها أمان من المهم أننا نتكلم برضو على التقرحات النتيجة عن الأدوية ودي برضو حاجة شائعة جدا جدا أن في ناس كتير متعودة على المسكنات بيتريحها في ألام العظم وفي ألام الصداع المستمر والستات أو النساء في وقت الدور الشريق بياخدوا مسكنات كتير المسكنات دي بتبقى بمشكلتها أن هي بتؤدي إلى إفراز الحمد بشكل كبير في المعدة وبتؤدي إلى كمان أنه الغشاء المخاطب بيتآكل منها برضو وبنانا عليه كتير من الناس ييجوا عندهم قيء دموي أو ألم شديد جدا في المعدة غير محتمل وتعمل لهم المنظر ونلاقي أن إحنا عندنا فعلا قرحة أو تقرحات نتيجة عن المسكنات بالذات مسكنات العظم المسكنات دي المشكلة النصيح طبعا أن إحنا ما داشتقول أن إحنا نتوقف عن المسكنات دي تماما بس يعني على الأقل في وقت الأتاك لا يعني أستخدمها إزاي أستخدمها إزاي يعني كيف أستخدم مسكنات بطريقة آمنة ما هو حدثتك بإباليها حدثتك أول حاجة لها جرعات ما ينفعش أنه فيه ناس بتاخد يعني تعبين ياخد ياخد كتير وفيه ناس بتاخد باستمرار يعني لا هو حدثتك بإحتياج في وقته وآن وفقط تمام ونرجع نقول علاج السبب يعني اللي عنده ألم في أسنان أو في دروسة يفضلش أنه يدفل بالشهر والتنين والتريات يفضل أخد مسكنات لا أنت تروح تعالج دروسك اللي عنده جيوب أمفية يعالجها اللي عنده مشاكل في النظر يعالجها والمشكلة بتأكف العظم الحقيقة العظم الناس يعني بيقع عندها مشاكل هم ماذا ما شطعها فتعم عمليات أو في الآخر هي عندها حاجة مزمنة في العظم أو في الأعصاب بتضطر أن هي تاخد المسكنات في الحالة دي بنضطر أن نخاطب الطبيب العظم أو طبيب الأعصاب قدر أن كان ونقوله أن نحن نستخدم المسكنات اللي هي آمنة شوية على المعدة نعم هي برضو بالضر لكن ضرارها أقل ما هي بالضر من ناحية أيه كمان يا دكتور محمد يعني من ناحية أن أنا أخدها باستمرار ثانيا ما فيش جرعة معينة أن أنا بخدها على المضى الطويل طبعا بتأثر على المعدة وبتأثر على كمان التوتر يعني بتخلينا متوترين والأنين جدا وتأثر على الكبد وكلا ترفع عنزمات الكبد وبتأدي إلى القصور ووظافي كلا مع الوقت يعني هي نعم هي بتودي الألام لكن هي لها أضرار كتير لو لاحد استمر عليها هي يعني مؤقتة مفهود ناتي مؤقتة مش بنعالج الأساس طبعا دي مشكلتنا نحن نستسهل نحن ناخد مسكنات على طول طيب لو أنا عندي مثلا حمودة حسيت أن أنا عندي حمودة بعد الأكل أو حالة نفسية جالي زعل أو أي حاجة حسيت أن أنا معدتي نار فيها مش مرتاحة أول حاجة أتبع إيه أخد إيه مهد أو مسكنا إيه دلوقتي ما أتجه للدكتور فيما بعد ومسعف أنه حديك الممارسة عندنا في مصر هنا تختارف شوية عن التوصيات والممارسة في الغرب في أوروبا وأمريكا يعني هناك يعني على طول بيقوموا بيدوروا على جرثومة المادة على طول ويبتدوا يعجوا وفي هنا الأصحة أن نحن نبتدي ندي مطبطات الحمض مطبطات البروتون اللي هي بتقلل الحمض في المعدة وبنمشي عليها لفترة مع تضبيط العادات الغذائية ومع نحاول أن نستبعد كل ما هو الحاجات اللي بتقدي إفراز الحمضة زي التدخين زي الأكل اللي هو الحرق قوي زي الكفين والنعناع والشوكولاتة بالحاجات الكوكا بتزود قوي بتقلل تفضية المعدة وتخلي الحمض يركن فترة طويلة في المعدة حضرتك ذكرتي الحموضة الحموضة لو هنبتدي بقى نيجي الحموضة يبقى حد تديني نتخل من أن القصة الحمض ما قدي إلى التهاب المعدة إن هو بتده يقدي إلى التهاب الغشاء المخاطئ المريء وده بقى بقى إيه اللي هو بنسمي ارتجاع لإيه؟ المريء وحضرتك برضو ذكرت الحاجات اللي ممنوع ناخدها زي النعناع وزي الشوكولات وزي الحاجات دي بتزود الحموضة بالنسبة للأطفال هو بيقلل السفازمات والأمغاص وكده لكنه طبعا بالنسبة للكبار لا هو بيقلل حركية المعدة والقولون فيقدي إلى زيادة إن الحمض يركن فترة أطول في المعدة والتسبيكات كمان دكتور محمد دي مضرة جيدة عن التماطب بتتطلب إن المعدة تفرص حمض كتير عشان التسبيكة دي يعني تتضن آه هي مشكلة آه الفكرة برضو إنه فيه ناس بيجي لها قرح في الاثنى عشر مزمنة والتهاب القرح والالتقام القرح دي مع الوقت يبتدي التقم بديق الديق ده بيعمل ديق في بوابة المعدة وبوابة خروج المعدة تمام وبيؤدي إنه الخروج الأكل المهضوم من المعدة يبقى بطيق والحمض يركن في المعدة وده برضو بيؤدي إلى تبدأ أي أسباب دكتور محمد؟ أسباب زي ما قلت حضرك إنه بيبقى فيه التهابات متكررة وقرح في الاثنى عشر نتيجة عن إن الواحد زي ما قلت حضرك إنه هو يعني ما عليكش قصة من بدري فيبتخلص فبيحصل قرح وقرح تلقم بديق طبعاً علاجها بقى إنه إحنا بنعمل المنظار ولو فيه ديق بنوسعه بطرق مختلفة بالبلونة وكلافه عن طريق المنظار يعني التشخيص شيء مهم جداً حضرك بتعرف الحالة على طول وبتشخصها؟ المنظار بيبقى أساسي في التشخيص الالتهاب المعدة الحقيقة يعني لو المريض ما استجابش سريعاً على العلاجات الدوائية طبعاً منطر نحن ننظر معده على طول عشان نشخص ونأخذ حينا ونشوف هل التهاب المعدة ده ناتج عن جرثومة بقى في الحالة دي ولا لا أو في الحالة كتير بقى طبعاً ناتج منها ونضطر إن إحنا نحاول من هنا بقى نبدأ نشوف جرثومة المعدة نعليجها المشكلة بتقى في الناس اللي عندهم أسباب مشتركة سواء كان التهاب في سواء كانت الجرثومة أو أسباب تانية معها للأسف نمط الحياة واللايف ستايل بتاع الناس كتير بقى مش مزبوط يعني مش صحي كمان بالمر خالص تدخين والأكل والموعيد الأكل والموعيد النوم وقلة شرب المياه برضو على فكرة بتزود قوي احتمالية حدوث القرح أو التهاب أه طبعاً قلة شرب المياه دي لها يعني حضرتك برضو بتنصح بشرب المياه شيء مهم جداً مهم جداً إنه هو بيعالج التهاب المعدة مغرد نزول المياه في المعدة بكثرة بيقدي إن الحمض ده بيعادل بيعادل بس يا دكتور محمد في ناس كتير جداً بتدخل يعني ما نقدرش نقول لهم برضو بيعودوا على التدخين شوية بس بيقول لهم بس بيحذرهم ولكن هي قدق التدخين بيأثر على التهاب المعدة بيأثر بيزود كمان الحبودة وبيزود التعب جود عن المعدة طبعاً بيزود جداً وطبعاً مش عند الناس كلها مش فيه ناس بتدخل ما بأجلهاش أعراض لكن كتير جداً من الناس اللي عندهم أعراض بتبقى ناتجة من التدخين أي تدخين سواء شاشة سواء سجاير آه طبعاً آه ده كله قدق بيأثر احنا مفوت حتى فترة دي مقاش فيه شاشة وكان من ده المفوت ده احنا فترة آه يعني احنا في الكوفيد وكان من ده حتى الناس اللي في البيوت حتى مش وفوتوا فيه شاشة وكان من ده يعني غلط يعني والله يعني وكوفيد 19 جيه رجع لنا الحياة تفكيرها من أول وجديد وناخد بالنا من صحتنا كويس جداً والله خلينا نرجع ناتشرال شوية الحقيقة وده يعني نرجع بشكل طبيعي أكتر حتى على مستوى حتى المواعيد وكل فايا ده حاجة أحسن كثير آه حضارك تحت الهوى بتقول مواعيد الصبح أحلى في العيدات أحلى من بالليل رجعتش رجعت الصبح سهلا لا الصبح أحلى بكتير فعلاً بتلاقي كده يعني ربنا بيبارك كمان في اليوم آه طبعاً بيبارك فيه جداً في النهار أكيد آه آه طبعاً من بدري طيب طبعاً يا دكتور محمد بيقابلنا برضو مشاكل كبيرة جداً يعني مثلاً هنا طفل صغير دايماً يشتكي من معدته ودايماً حاسس أنه هو مغس فظية التهاب في المعدة مامتو مش عارفة تعمل إيه ده تتجه لإيه أو تعمل إيه وفي الغالي بيبقى نتيجة حضرتك من الأكل يعني غالي ما بيبقى نتيجة الأكل وحضرتك للحاجات اللي هي البطاطس المقلية كتير والحاجات المقليات كتير والحاجات اللي بتطلب عشان تتعامل سريعاً الكريبات يعني الحاجات اللي هي بتبقى يعني يبقى لو هو طفل عنيد ما بيقولش إلا من بره وعايز الحاجات بقى اللي هي الفليفر والشطة والسبايسي والحاجات دي كلها ما هو طالب أقول حديد أن الأسف شديد إحنا لما كنا يعني أطفال ما كانش عندنا مشاكل جهاز الهضم دي قوي زي اللي بنشوفه دلوقتي ده نتيجة لدخول الحاجات دي يعني وقت موجودة ووضحة يعني ما عادتش مستخبية فالطفل بيطلبها وعايزها وبيزن فيها لكن طبعاً إحنا دورنا أن نحاول أن إحنا نرجع برضو القصة للطبيعة الشوية والأكل المفيد والأكل اللي ما فيهوش مقلي كتير وعلى الأقل ما بقاش مقلي كتير من بره يعني وما يبقاش كل يوم ونحاول أن إحنا نقلل الكميات ونقلل النهامة ما تبقاش كل يوم أو كل أسبوع يعني نحاول قادر فيه نوع من التنظيم وفيه مشكلة كارسة كبيرة جداً يا دكتور بتلاقي الأطفال في المدرسة مسكين كده منتج نوع كده عامل زي الشعرية مش عايز أقول اسمه ومعدين بيحطوا عليه البهارات اللي عليه كمانتي فظيعة البهارات اللي عليه دي ده كتير منهم ناس كتير اللي بيجوا العامل المشترك في الأهالي كلهم بيجوا بيأكل النوع ده ده النوع ده كتير 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 ويتش طبعاً يعني مشكلة كبيرة جداً خصوصاً كمان للأطفال وده جيل لسه عايزيني بني تبتنصحهم بايه دكتور محمد في الفطر ما سوى حديك هو السيطرة السيطرة ومرأبة هو الطفل لو اقتنع ان هو الأكل ده هيتعبه يعني شوية بشوية هيبتدي بس طبعاً لازل توجدينه برضو البديل آه طبعاً الأكل الصحي البديل الأكل الصحي في البيت اللي هو يغريه شوية بشكل بشكل ما يعني ويعني نتمنى من ربي أنهم يا ربي شفيهم لأن الواحد فعلاً بصعب عليك جداً للأطفال دي وكمان الأم بتبقى مش عارفة محتارة تعمل ايه في الفترة دي خصوصاً كمان الأطفال دلوقتي يبقوا أي طفل بقى عينة دي يعني عنيد جداً بجسمعش الكلام آه في أي فترة طيب دكتور كمان حضرتك قلت التدخين شيء مهم جداً إن احنا نبعد عنه علشان الالتهاب ما يديش التهاب المعدة وقلت كمان التغذية المزبوطة كويس جداً وحذرتنا من أكل بهيج المعدة زي ما بيقولوا كده أو بيعمل التهاب في المعدة طيب أنا مثلاً يعني حسيت بأعراض أعمل إيه في البيت يعني مثلاً وقت متأخر أو فيه مش عارفة أنزل دلوقتي عندي شغل يعني مثلاً أعمل إيه في البيت الإجراءات الأولية اللي أنا ممكن أتبحها أول ما حس إن أنا عندي التهاب أو عندي حرقان في المعدة أو هو نادرة حطيتك لما يبقى التهاب المعدة يؤدي إلى يعني كريزة مثلاً زي مثلاً التهاب المرارة أو مغس الكلوي أو كده المثبتات المناعة طبعاً هي الحاجة العامل المشترك بننصح الناس إن لو حصل الألم الشديد ده ما ياخدوش مسكنات لأن مسكنات مش هيفيد والعكس مسكنا هيضر ولا ياخد الدواء يا دكتور بتاع الحموضة ده ياخد دواء الحموضة ياخد دواء الحموضة ياخد دواء الحموضة ممكن حتى يزود الجرعة بدلاً ما هو بياخدها مرة واحدة في اليوم في الوقت ده ممكن ياخدها مثلاً ياخد مرة كمان بالليل وفي الحالة دي طبعاً يعني لازم إن هو يروح يتوجه للطبيب على طول مباشرة برضو ننوه على الأعراض اللي فيها خطورة اللي عيان ياخد باله منها اللي هو وقتها ما يستناش على نفسه إن هو يروح الفقدان الوزن الشديد ده حاجة طبعاً ديها أهمية شديدة إن الواحد يروح على طول دكتور عشان في الغالب يحتاجي يعمل منزارة على طول كذلك الألم يعني هو كان عنده شعور بعدم الارتياح والامتلاء والشبع وكما ده ابتدى جد عليه ألم لا الألم دي حاجة مهمة جدا ده الحاجة الترجيع للقيق مستمر القيق لو ابتدى يحصل قيق كتير ده أشياء خطيرة لازم نتباح نشوفها كويس وناخد بالنا ولو ظهر دم في القيق ده خطورة ولو الإخراج بتاعه اسود دي خطورة شديدة أيضاً تمام ولو عمل فحص دم لقى عنده أنيميا قوية يعني أنيميا ده برضو حاجة تستدعى أنه على طول يتوجه علشان يحل المشكلة دي طبعاً وحدودك بتقول العلاج أي نعم فيه أوقات بياخد مدة طويلة ولازم المريض يصبر شوية وفيه ممكن الأعراض تكون بسيطة من الأول ما نضطرش أن احنا نخش في إجراءات صعبة طبعاً لكن هو الفكة في الحذر أنه يعني من كل عدد معايم العيني ممكن لقدر الله حد فيهم يطلع عنده فعلاً وراء محوائزة كده فهي دي الفكرة أن على قد ما الموضوع في أسهل في الأول ويتشخص بدري ويتعالج بدري والأمور تعدي على خير غير لما أنها تقعد تتساب فترة طويلة فيه مريض يقولك أنا من شهر 11 اللي فاتح نلوقتي شهر 10 وابتدت الأعراض خاصة من داخلها على سنة يا دكتور ده من سنين والله الناس بتاخد اللي هو بتاع الحمودة ده ده والحمودة وفيه فوار كمان يا دكتور إعلقت الفوار بالتهاب المعدة الفوار حدتك بقى فيه حدات الكربونات الحدات الكربونات دي حدتك بتقلب المجال المعدة بتقلبه إلى قلوي بس يعجو طبعا أنه هو بيعمل غازات وبيزود السوديوم في الدم عند الناس اللي عندهم برتفاع ضغط الدم العالي وكده فده ما يفعش أنه هو يتمشي عليه بسخة مستمرة ده تب لو خده ثلاث سنين مثلا الغوار ده غلط غلط ما يفعش يتمشي عليه فترات طويلة يشتغل في آنه فقط ياخد للحاجة وفقط ما يستمرش عليه لازم يتجه للطبيب فورا طبعا يعني هي المسكنات وسوء استعمالها ده دي مشكلة بتقابلنا كبيرة جدا بتخلينا نخش في مواضيع تانية وأعراض تانية طب دكتور طب هنا إيه الأعراض اللي أنا يعني أخاف منها اللي بتقدي إلى السرطان أخاف منها وأتجه على طول زي ما أحددتك الألارمينج ساينز اللي احنا أو النمبة الحمراء اللي احنا قلناهم دي في الأعراض دي فقدان الوزن الألم المفاجئ القيء المستمر المفاجئ وزهور دم في الإخراج أو في القيء الأنيميا الشحوب الشديد واحد يعمل تحليل عنده أنيميا طبعا العمل الوراثي لو في حد عنده في العيلة أي حد عنده يعني ناس الأب أو الأمة أو الأقارب من درجة الأولى أو التانية عندهم أورام لازم طبعا في الحالة دي طبعا على طول يعمل تشكابس بتاعته ويروح للطبيب لأن الطبيب لازم طبعا هيعمل لازم عمله فحص يعني الأورام توسط حضرتك لها علاقة بالتتوارس طبعا طبعا عنص الوراثي في الأورام تحدي ده رقم واحد دي مشكلة برضو بتقبلنا يا دكتور محمد لأن احنا برضو ما بناخدش بالنا من الحاجات دي قوي ثانيا نتعايش ونتعامل عادي في الحياة هو الألأ الزايد مش مطلوب لكن الحضر هو المطلوب يعني لو فيه تاريخ مرضي في العيلة والواحد عنده أعراضه الأعراض استمرتها بتروحش بالعلاج لازم تعرض ان هو يروح الدكتور نسينا برضو نقول المعدة الحساسة يعني القولون العصبي لما بيبقى موجود عنده مريض ده برضو في حاسمة المعدة العصبية المعدة العصبية وقولون العصبي دول برضو بيبقوا حلهم ما بيبقاش فقط في مطابقات المناعة زي برضو ما لازم نزبط نمط الحياة نحن زود شرب المياه وبقى فيه رياضة كتير والأكل يمين للأكل والعضو الأكتر والمواعيد ولازم يضاف يعني نوع من أنواع العلاجات اللي هي مضادات اكتئاب البسيطة أو المهدئات البسيطة اللي بيها الأعصاب الحساسة في الجهاز الهضمي بتبتدي يعني تهدى شوية والأعراض تبتدي تتحسن والدائرة مغلقة من المعدة الحساسة والشعور بالحمض المستمر يبتدي يتحسن ففيه طبعا مرضى كيف يتحسن على هذا الكلام أنا أعرف إزاي أن معدتي حساسة يا دكتور محمد يعني عالم النوع الأكلي الطبيب بيبقى ليه دور في القصة دي في أنه هو بياخد تاريخ مرضي دقيق للموضوع قد يهيه مهم جدا وبيفحصه وبيعمل منظار طبعا بتبقى التشخيص لأن القصة معدى عصبية بتاعمل بقاش أبدا هو الأول حاجة بتيجي في ذهن الطبيب لكن طبعا يعني أول خلاص القصة بتبقى غالبا كده وبياخد علاجها والمريض بيتحسن فخلاص بيبقى بيبقى عادي ماشي طبيعي وحسيش أي مشكلة بتحسن بتحسن طبعا طبعا لو تقارن كده دكتور محمد زمان كان الأكل بنظام كان شرب الميزة ما حدثتك بتقول طبعا مهم جدا كان النوم كمان بنظام تلاقي فيه ريلاكس وراحة نفسية تلاقي حتى أمراض المعدة دي فين وفين لما الواحد كان بيشوفها نمط الحياة وعداتنا وسلوكياتنا التلفزيون كان بالليل بيقفلتش كده خلاص مفيش تلفزيون عندنا دلوقتي حدثتك لأ قلت يعني طول وقت فيه تلفزيون بقى عشرين ساعة موجود يعني الآيبادز والتلفونات حتى لو التلفزيون خلص فيه سوشيال ميديا ما بتخلصش خلص سوشيال ميديا وموما بقى يوتيوب يعني في يوتيوب وفيدز من كل حتة فطبعا قصة الوقت بقى 24-7 هو كويس تقدم كويس وحاجة جميلة بس احنا لما نستخدم الأشياء بترى صحيحة بالضبط وان احنا كمان ما نزودش لانه ممكن بتسلب الصفاء وبتسلب وهي دي اللي بتجيب العصبية وهي دي بيجيب التوتر وهي من الواحد اللي عند الأطفال اه يا دكتور مشكلة كبيرة يعني ابتدى دلوقتي يجينا السن بتاع قولون العصب ابتدى ينزل قوي يعني في العيادات يعني اللي بنشوفها طيب والمراهقين هنا يا دكتور يعني لسه مبارح 15 سنة و14 سنة بنات بنت 14-15 سنة وخلاص يعرضها قولون العصبية السن المراهقة شيء مهم جدا جدا وخصوصا كمان يعني ان احنا ناخد بنا كويس من حالتهم النفسية والتغذية لا التغذية دي نركنا على جملة ان دلوقتي بقى كلهم جنك فود من برة وبياكلوا حاجات على طول سريعة طيب دوروا الأم هنا ايه بقى يا دكتور محمد تنصحها بإيه بفترة المراهقة خصوصا ده 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 لسه بيبني جسمه أو بيبني جسمها بس أفدوا هي الأم رباكم نفعونها طبعا يعني الأم أكيد رباكم نفعونها لأن هي عليها طبعا يعني كتير وكتير منهم بيبقى عندهم يعني مسؤوليات زيادة على مسؤولياتهم لكن لو هنقول ايه المفيدة تعمل هو طبعا انها تبقى قريبة منهم يعني عندك فهمها يعني تصحبهم يعني لو ده حصل خلاص يعني هيقتنعوا بكلامها وهيعرفوا ان ده صح مظبوط يعني بلاش الحاجات اللي هي بتسهرك كتير بلاش الحاجات اللي انت بتوعد عليها فترة كتير بلاش المتابعات المستمرة بلاش الحاجات اللي تزود التوتر الحاجات دي كلها طبعا بتفرق في ان اه بتفرق طبعا ان طبعا محصرش الديفالوفمنت لقالون العصبي ومعد عصبية والحاجات دي ولازم نظام غذائي معين ووقت النوم نظام غذائي طبعا كويس جدا يعني ياريت ناخد منهم الموبايلات نحطها برا ووقت النوم معين والله فاندم هو تعوده عن زاوفيكا في التعود يعني لكن المشكلة انه النمط الحياة يهكت يعني ضاغط شوية نغير نمط حياتنا بقى كوفيد-19 دلوقتي دخل فليازم نغير نهدى بقى نعطي نهدى اوه طب ناخد اتصال معنا الاستاذ ريدا بالسعودية اهلا بحضرتك عليكم السلام شرفتنا من ثلاثة عزيزة للم الدكتور تفضل دكتور محمد مع حضرتك دكتور محمد انا بعد رمضان دكتور محمد حضرتك طبعا في رمضان نرحنا بقى في الدهون وفي زيوت وكلامنا كليته فالمعدة عن تاج المرارة رح تشوف هيئة المرارة عندي ملتائب تمام؟ تمام واصلا اني عندي اتهاب في المرارة من اتهاب في المعدة من جماعة فقال الرزاق عليه اتهاب المعدة مع المرارة من المعدة بعد رمضان محافظة ديوات باخدها ديني اه التابل يعني اه قال اللهم نخلع سيدنا محمد سلام واصلا يعني باخد علاجات بعد تجيبت روشيتة من نصر وحضرتك بتعبدوك دا والمرارة عندي تحباني بس بيتون جاي لأشك معي وحضرتك روح بتروح لما بديه جاي أرشل أرشل طيب حداك عملت صنارة على البطن وطالع فيها حاس حدوات المرارة أنا عملت صنارة على البطن على البطن مردين ما عاقيتش إن شاء الله ماكيش حاسات ولا حاجة في المرارة طيب يعني طبعا أنا لما خفتت الزيون والدهون والكلام بي بلات حسيت برح طب خلاص زي ما حدوك قلت كده هو العلاجة حدوك من حدوك تقلل الأكل اللي فيه الدهون الزيادة والزيوت الزيادة وما يبقاش فيه كميات كبيرة وما يبقاش وما يعيد الأكل اللي تبقى قابلوا النوم على طول وطبعا بتساعد انت بتاخد المثبطات البروتون أو المثبطات الحموضة وبتمشي عليها فترة أنا حضرتك يا ربطور فضل حضرتك باخد اللي هو الأليكسيوم اللي هو بتاع المعدة وقدر حضرتك حضرتك وباخد اللي هو اللي هو بتاع الهضل والترجيع أيوة والتجين حضرتك كويس كل ده تخزو حالياً دلوقت وحسنك مش كده يعني من يومين بدأت أتحسن بيات كويس بعد الإعلام طب وجبت من مصر طبعاً من السعودية ما بيش زي اللي هو بتاع المغام مش موضوع ماشي طيب بعد جبته من السعودية من مصر اسمه خلاص زي بعده ماشي يعني خلاص بيقول على أساس صح والله بشكرك جداً أستاذ رضا شكراً وتابعنا طبعاً هي مشكلة طبعاً بس بياخد أدوية كتيرة جداً يا دكتور محمد يعني طيب هنا مثلاً يعني هل الأدوية بتحتاج لوقات طويل زي ما هو بيقول عندي التهاب معدى من زمان والله زي ما بقول حديثة فنديم لو في الآخر المريض اضطر انه اضطرين ان احنا نفضل ماشيين على المطبطات المناعة مش قادرين ان احنا نسحبها يجب ان احنا ندور على السبب وهيعمل له حمودة مستمرة تمام زي ما قلنا جرثومة في المعدة ومش بتتعالج تمام او التهاب في المرارة ومقادي ان العصارة الصفروية بترتجع في المعدة على طول وبتأدي تتشال المرارة يعني 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 يجب ان احنا في الآخر نعالج السبب لو الحاجات دي كلها ما جابتش نتيجة يبتدي نتجه الى المعدة العصبية ونشوف هل المهدئات البسيطة يعني مش نازم نشي واحد على مهدئات قوي هل هتفك الدارة المغلقة دي ولا لا احيان كتير بتنفع لكن الناس اللي في الآخر بيضطروا ان هم يبدو رو ماشيين على مطابطات مناعة مطابطات حمودة بشكل مستمر موجودين طبعا تمام وخلاص في الحالة دي بيبقى المريض بيمشي عليها فترة حسألنا في المؤتمرات عموما هل المريض لو مشي عليها على طول ممكن يعمل مشاكل نظريا اه بيعمل مشاكل في امتصاص بعض المعادم ومشاكل في ان هو يجي التهابات بنسميها اطرافك او دمور في الغشاء المخاطي للمعدة لكن في الآخر هو المريض فاحيان كتيرا بعش استغنى عنها بشكل بس أنا ملاحظة يا دكتور يعني ما فيش بيت ما عندهش الاراضي التهاب المعدة قرحة في المعدة دي حالي اه يعني حتى كمان حتى قلت ولا يعني اصلي فعلا احنا دلوقتي ما عندناش وقت ناكل كويس ما عندناش وقت انحنا ننام كويس نمط حياتنا وعداتنا وسلخياتنا اتغيرت فدلوقتي هل فعلا ده كله السبب الرئيسي كده تقص عز تغييز ولا دلوقتي كمان يعني حتى اتلاحظ انا لما جيبت مطموية او خيروية ما بقتش زي الاول يعني بحس ان هي مش طبيعية زي زمان الارغانيك شهر كده ولا حاجة نتعامل فاندي ما هو الوضع في الاخر محتاج تركيز يعني هو ده الحل يعني تركيز في النوعية وتركيز في نمط الحياة والوقت والحاجات يتقل السترس والحاجات اللي هي نعالج بيها زياد السترس والتوتر ويعني يعني في الاخر اه مشكلة في الاخر اه هي محتاجة تركيز لا يازم نركز وناخد بنا كويس جدا لان الموضوع ده انتشر في الاخر المريض بيجي للدكتور شما هو في الاخر الالم والتعب بيسحبه انه هو يروح ويعد ويستنى ويدور ويدخل الدكتور وفتاعه واحتمل يعمل منظر وخلافه فيعني الاسهل حقيقة يعني انه هو يحافظ يحافظ ويخل باله من صحيط طيب معانا الاستاذة اسماء صباح الخير من اسيود اهلا بك صباح النور يا فاندو اهلا يا فضالي عايز اكلم الدكتور لسا دكتور محمد مع حضرتك ماشا الدكتور محمد يعني انا عندي المعجة عندي درحة يعني حسنا عصر وبتعلم منها يطبع لي عشرة سنين وبصد علاب يعني كده وبصد العلاب بتعود عليها تعمل مش عارف عملي هل حضرتك عملتي منظار وطمنتي وخدتي عينة وشوفتي في جرثومر في المعيدة موجودة ولا وعليجتيها وكده ولا ما حظلش لا انا عرضت منظر بس ما خدتش عين طيب حضرتك الصح ان حضرتك بقى تمشي في الخط السليم تروحي لدكتور جهاز هضمي واكيد دكتور جهاز الهضمي هبتدي يمشي حضرتك في الخطوات السليمة لعلاج القصة دي سواء هو يحللك تحليل يشوف هكي جرثومر يعالجها ولا لأ او انه يعملك منظار ويتابع قرحة دي يشوف هل هي لسه موجودة ولا خفت ولا لأ يعني محتاج حضرتك تروحي لدكتور جهاز هضمي علشان تبتدي تعملي الفحوصات والاجراء اللي لازم تعالج السبب زي ما قلنا يعني يعني لازم نروح ونعالج السبب في الاخر ممكن لعند مثلا لغبطة في الهرومونات آي بس سبب تاني خالص طبعا لغبطة في الهرومونات ممكن تأدي لزيادة الفراز الحمد يعني لازم في الاخر نحن نحط ادينا على السبب عشان نعالج مشكلة التشخيص التشخيص شيء مهم جدا يا أستاذ أسماء وزي ما قال الدكتور محمد معل حضرتك لازم تروح للدكتور واتبع معي شكرا طبعا شيء مهم جدا ان احنا ندي نصايح للمشاهدين لان فعلا ممكن حاجة تانية بجده خالص بتأثر مش هي السبب في التهاب المعدة طيب دكتور تحب تقول ايه لمشاهدين في اخر الحلقة احب اقول طبعا ان احنا يعني نبقى عندنا الادراية والوعي انه التهابات المعدة بتبقى موجودة بدرجات مختلفة نتيجة لنمط الحياة اللي مش سليم سواء الاكل او التلقي علاجات معينة او وجود التهابات جرثومة جرثومة المعدة الشائعة في مصر فلو الاعراض دي استمرت فترات طويلة يعني اكتر من شهر او شهرين او تلاتة لا المريض ما يجب ان هو على طول يروح للطبيب علشان يتعلق رقم اتنين احنا بقى عندنا عينينا على الاعراض الخطيرة اللي هي زي ما قلت الحديث تاني نقصان الوزن القيء الفقدان قفل الشهية اه قفل الشهية الزايد الزايد اللي فيه نقص وزن كتير اللي لازم طبعا برضو يبقى فيه تركيز في الشكل لو فيه شحوب لازم نعمل صورة دم كاملة او هيموجلوبين ونشوف اللي فيه انيميا ولا لأ او يبقى طبعا عشان هي تقول لها خلاص طبعا انا هروح هنزل الصيدرية هيديني دواء لا دي مشكلة كبيرة مش دي الطريقة خالص ممكن بفيه حاجة خطيرة او حاجة ممكن تؤدي لحاجة خطيرة وتكون متسابعة هو دي نصح فيه ناس يا دكتور محمد بتتجه للطب البديل حضرتك تقول ايه برضو يعني هل فعلا الحاجات اللي هي الطبيعية فعلا بتساعد على المعدة بترتاح شوية بتقلل ماشتغلناش فيها كتير يا فاند بالحقيقة يعني احنا ماشتغلناش فيها كتير شغلنا اكتر في الحاجات على اساس في ناس مثلا قبل ما اروح للدكتور فعمل لي مثلا كباية نعناع فحضرتك بتقول النعناع ده بيهيج المعدة اكتر فدي برضو حاجات خاطئة الانسان يرتبعها طبعا الصح ان طبعا المريضة تتعجه للطبيب في العيادة علشان يديه ويعلاج المناسب اللي بيتعالج ويحسن شيء مهم جدا واطبعا احسن ما توجه للطب البديل يزبط النمط الحياة نمط الحياة طبعا شيء مهم جدا زي ما حضرتك قلت وبشكرك جدا يا دكتور محمد على معلوماتك القيمة والجميلة وان شاء الله يكون لنا لقاءات تانية بإذن الله اشكرا طبعا مشاهدين بنشكر ضيفنا العزيز اللي شرفنا النهاردة الاستاذ الدكتور محمد ابو العز استشاري امراض الجهاز الهضمي والكبد طبعا معلوماته جميلة جدا واهم حاجة فعلا ان احنا ناخد بالنا كويس من نمط حياتنا والتغذية كمان السليمة شيء مهم جدا خصوصا كمان لأولادنا وحبايبنا والمرهقين وكمان كبار السن شيء مهم جدا مشاهدين اشوفكم في حلقات جديدة وموضوعات مختلفة وصباح الصحة والجمال الى اللقاء